السلام عليكم و مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. سوف نرى فيها نطرق السائم في مجال تقصص اللغة الفرنسية. سوف نرى الكومبوزونت لكسيكوغرافي. سوف نرى كذلك الكومبوزونت لكينة في سوف نرى الكومبوزونت لكسيكوغرافي هي من بين السوكمبوزونت اللي كترح فيهم اسئلة صعبة في الامتحان بحكم انه يكون بعض المرات اسئلة نظريه هدو يكونوا سهلين بحال التعريفات والمفاهيم ديال الكسيكولوجيا الكسيكوغرافي ولكن المشكلة كيكون في الاسئلة التطبيقية بحاجة يعطيك مثلا واحد الكلمة في الو كونتكست كيكولك تحدد المحتوى عفوان المعنى ديالتلك الكلمة لكي تحتاج منك واحد الباكاجة والمحطي بالفرنسي أو كانت مشلمة سوف نرى هذه المتحاتي لكسيكوغرافي و تعمل مفاهيم ديالتك الأول، الأول ما يا داريالتك كالة ديالتك في الاسئلسيكوغرافي أو بإم كالة دقيقة لاحقية ممن بحثة الالتكسيكوغرافي وبالتكالة القطيف وبالتكالة الحيثة موسيقى 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 حتى يلقيت واحد الإجابة في هالي دكسينار يعني الاسيونس كي سانترس على الإلابoration على ردكسينا دكسينار حتى يلقيت لديفنشينا ديالكسيكوكرافي ولا signification دي مو إلغوزاج ديالكسينار يعني الوضيفة ديال ديالكسينار لا دزيام كيسيان كالسيانس سمبل تيوريكي يعني إيشناه وإيشناه السيانس اللي كتبان أكتر نظريا يعني مشات طبيقيا إن إلغوزاج لديفن موالفا viaje لا تحدث وإرضا إدارك أسوال فارقة عن إليكسيكوكرافي إليكسيكوكرافي يكضيفة واحد من الكسي نظري وت stuff colour طبع التكركة أناس اللاجعة من أوجه التطبيقية الالكسيكولوجي إذا أعطت أسئلة الأولين كانت أسئلة أسئلة لأنها تتعلم ما هو نظري ولكن نتعلم في الناس الثاني سوف نتحدث لكم الصعوبة التي قلت لكم في البداية كيف هي الأسئلة من ما هو ويكيته في الناس في مجال ما هو المعنى هو ويكيته هل تخطيك البداية الجرس الأسئلة أسئلة الواتم تخطيك البداية من افكيد هذا حسن الثالة هذه هي الإطلاق الأولى وهي أستخدام العالمين فكرة الأنسان هي الإطلاق تحديث المعيش بيطان أنا مسلوا قد تحديث يسمى يسمى لشيطان يسنة أتفيتم تحديث بيطان يسمى الى العربة ملتابل أو بيان بلان دو كنفيانس رابيان رابونس كوريكت سالة دوزيما رابونس سيبتي بالان تركي تشيو ملتابل الورد الكلمة ديري كيفوكي كتاني ام بيقو و هنا فهد سياق يعني الجواب ديال كان ام بيقو يعني كان يعني منفتاح على مجموعة من الاحتمالات مجموعة من التفسيرات يعني في ممكن التفاهم بطرق مختلفة. الكسيون 5 الانفرماشن فونيتيك اي انكوركت بول المو اغموني هنا انفرماشن بجتنكتب تخوصيبتشن يعني كتابة الفونيتيكية المناسبة ديال كلمة ديال اغموني هنا تقول ليش انه علاقة هات سؤال بالليكسيكوغافي حيث هات سؤال كيكون نرمال فونيتيك ولكن رامون كنت لقاوها كذلك الليكسيكوغافي هذا الشحي تقول لنا الليكسيكوغافي هي هي الاسيانس اللي كيهتم بيالابراصي كيهتم بيالابراصي ديال كيهة المناسبة الإسلام كيهة الدهاعم لأغموني كيهة الفونيتيك ديالاها؟ كيهة ديالا؟ كيهة الدقيقة؟ فرساة c'est un nom féminin qui signifiais une période de temps déterminé mais il y a la science de méditation la question 7 est-ce que c'est acrophobie ou acryphobie ou acrophobie très bien la réponse correcte c'est la première réponse c'est acrophobie c'est écrit avec c ce n'est pas avec k la question 8 qu'est l'usage normatif sur le plan morphosyntaxique et incorrect pour le mot parmi je ne vois l'usage l'istiamel diel le kalima parmi yannis fsiyaq le plan morphosyntaxique les mèches et qui est incorrect qu'autrde le bel mara mara kiaté qu'on est qui est incorrect ou les qui est correct est-ce que c'est à une préposition indiquant un groupe inclus ou bien un adverbe signifiant entre autres ou bien une conjonction exprimant une opposition très bien la réponse correcte c'est la dernière réponse une conjonction exprimant une opposition ritesh parmi il exprime l'inclusion dans un groupe au cas d'alik bin sabal j'obtenif a avoir une un synonyme de deux mots parmi mais l'akéra l'opposition l'ahit parmi mais chez l'opposition mais qui a barjala l'opposition la question 9 sélectionner le sens approprié du mot imminence dans le contexte médical est-ce que c'est scié naturel sur une surface ou bien une personne imminente dans un domaine ou bien qu'elle était d'être évident et clair très bien la réponse correcte c'est la réponse a imminence dans le contexte médical c'est scié naturel sur une surface la question 10 identifie l'orthographe correct du mot lié à une irruption cotonienne sudan et rouge comment est-ce que tu sais que l'un qui m'a dit qui m'a dit que tu m'a dit que tu m'a dit que tu m'a dit qui tu m'a dit أولا، هريته بالأسفة 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 حقيا، هل فقط؟ ما هي جيدة؟ نعم، هذه الارتامة هي مختلفة بالأسفة والأسفة بأسفة . فترة أسفترة الأسفة النساء deve أنه المحط على المهم بأنها بفكーベ بأنها تتقلية فايقية . أو أعجب أن يكون الأعجاب في المطالقة . كم الأعجاب المقالة؟ رائعي أعجب أن يكون الأعجاب المقالة يوجد أن يكون هذا المقالة في المقالة . أو بي أنه يقوم بتطيع التفاصيلة على لففتيارات الأخبارات. أعجب أن تكون فاقصة في الفلسافي. قبل التأثير لحقاق، وهو أولاً قليلاً خائفة. أو أولاً قليلاً، وهو أولاً قليلاً خ 해야انياً؟ ال�uitي المطالة، إن شابت أولاً وانصح بشكة، وهو سيارة أحيلة حسن حسنة بيه من卍ة. C'est une protestation qui était vehementa. Est-ce que c'est A. Calme et mesurée B. Forte et passionnée C. Indifférente et nonchalante Très bien, la réponse correcte, c'est la deuxième réponse. Vehement veut dire forte et passionnée. La dernière question, choisissez l'utilisation correcte du mot Imani dans la phrase suivante. La sagesse semble émaner de ces paroles. Est-ce que c'est A. Émettre ou provenir comme d'une source Ou bien exiger ou ordonner fermement Ou bien examiner attentivement et minutieusement C'est une réponse correcte, c'est la première réponse. Émaner dans cette phrase veut dire émettre ou provenir comme d'une source. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada